السؤال الآن، كيف يتم تدريس الإملاء للمتعلمين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؟ نبدأ أولاً بمناقشة كيفية تدريس الإملاء في المرحلة الابتدائية. إن تدريس الإملاء في المرحلة الابتدائية لا بد أن يخضع أولاً لمعيار مهم. هذا المعيار هو التدرج، إذ لا بد أن يتدرج تعليم الإملاء مع نمو الطالب من الصف الأول لابتدائي حتى الصف السادس لابتدائي. كذلك، فإن التلميذ في المرحلة الابتدائية يجب أن يتلقى ويتدرب على جميع أنواع الإملاء المنقول والمنظور وغير المنظور. أيضاً فإن من الأسس والقواعد المهمة التي يجب أن تراعى عند تدريس الإملاء في المرحلة الابتدائية أن التلميذ لا بد أن يتخرج من هذه المرحلة وهو قادر على كتابة ما يلقى عليه من نصوص عربية كتابة سليمة خالية من الخطأ. أما عن كيفية تدريس الإملاء في المرحلة الإعدادية، فلا بد أن ينتبه المعلم أن المرحلة الإعدادية أو المرحلة المتوسطة، يتم فيها تقديم قواعد الإملاء للتلاميذ خلال الصف الأول والثاني، وذلك لأن مهارات التلاميذ في هذين الصفين تكون ما زالت في حاجة إلى دعم. ولهذا فإن منهج الإملاء في المرحلة المتوسطة يتضمن تدريب المتعلمين على صعوبات الكتابة الإملائية، وتدريبهم على كيفية التغلب على هذه الصعوبات، مع تدريب إضافي على الكلمات التي يكثر فيها الخطأ الإملائي، أيضا فإن تدريس الإملاء في المرحلة الإعدادية أو المتوسطة يتضمن أن يقوم المعلم بشرح القاعدة الإملائية، وعادة ما يتبع المعلم في ذلك طرق تدريس القواعد النحوية التي سبق الإشارة إليها، حيث يبدأ المعلم في عرض الأمثلة على المتعلمين، هذه الأمثلة تتضمن كلمات تحمل صعوبة إملائية عند كتابتها، حيث يبدأ المعلم في مناقشة هذه الكلمات، وفي تحليل هذه الأمثلة، ويبدأ في الربط بينها ليمهد الطريق أمام المتعلمين، حتى يقوموهم باستنتاج القاعدة الإملائية المطلوبة، ويصلون إليها بأنفسهم، ثم يقدم لهم مجموعة من التدريبات المناسبة على القاعدة الإملائية المقررة، السؤال الآن، ما أنواع الإملاء التي يجب أن يتدرب عليها التلاميذ في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة؟ النوع الأول هو الإملاء المنقول، يعتمد هذا النوع من الإملاء على التقليد والمحاكاة، ويكون بأن ينقل المتعلمون القطعة من الكتاب المدرسي، أو من على الصبورة، بعد قراءتها وفهمها وتهجي بعض كلماتها تهجيا شفهيا، يلائم الإملاء المنقول تلاميذ الصف الثالث من المرحلة الإبتدائية، ويمكن أن يمتد إلى تلاميذ الصف الرابع، أما فيما يتعلق بتلاميذ الصفين الأول والثاني من المرحلة الإبتدائية، فلا يخصص لهم في العادة حصص لتعليم الإملاء، وإنما يجب أن يدرب التلاميذ في هذين الصفين على التهجي والقراءة، وعلى كتابة ما يقرؤون في آن واحد، النوع الثاني من الإملاء هو الإملاء المنظور، هل تعرف المقصود بالإملاء المنظور؟ الإملاء المنظور يعني عرض القطع على التلاميذ لقراءتها وفهمها، وتهجي بعض كلماتها، ثم يقوم المعلم بحجب القطع عنهم وتمليتها عليهم بعد ذلك، هذا النوع من الإملاء، الإملاء المنظور، يلائم تلاميذ الصف الرابع من المرحلة الإبتدائية، ويمكن أن يمتد إلى الصف الخامس، ويحسن أن يختبر المعلم تلاميذه بين الفترة والأخرى، بأن يملي عليهم قطعة مناسبة غير منظورة، تتضمن مجموعة من الكلمات التي تتشابه مع ما سبق لهم أن تدربوا عليه، أما النوع الثالث من الإملاء، فهو الإملاء غير المنظور، الإملاء غير المنظور، ما تعريفه؟ الإملاء غير المنظور، هو الإملاء الذي يقرأ فيه المعلم القطعة الإملائية، ويناقش المتعلمين في معناها، ثم يتهجى لهم بعض كلماتها الصعبة، أو يطلب منهم هجاء كلمات مشابهة لما فيها من كلمات صعبة، ثم يبدأ المعلم في تملية القطعة على هؤلاء التلاميذ، الإملاء المنظور يتناسب مع تلاميذ الصفين الخامس والسادس من المرحلة الإبتدائية، ومع تلاميذ المرحلة الإعدادية، ثم يأتي النوع الرابع، وهو الإملاء الاختباري، الإملاء الاختباري، كما يتضح لك من اسمه، هو إملاء يهدف إلى قياس قدرة المتعلمين على الكتابة الصحيحة، واكتشاف مدى تقدمهم في اكتساب مهارات الإملاء، ولهذا في الإملاء الاختباري، يقوم المعلم بتملية القطعة الإملائية على المتعلمين، بعد مناقشتها معهم دون أن يساعدهم في تهجي أي من كلماته، هذا النوع من الإملاء يتناسب مع التلاميذ في جميع الصفوف لتحقيق الغرض من درس الإملاء.